الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا شوائم عليهم أم ذوتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا ترسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المرسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا نقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الظلالة من هدى فما ربحت تجاوتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بلورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سؤمن بكم عمي فهم لا يرجعون أوك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابع في آذان من الصواعق هذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد المرق يخطف ورصاهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ورصالهم إن الله على كل شيء قديم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ما أنفاخرج به من الثمرات قال لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مذمي ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتلقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رجقوا منها من ثمرة للقا قالوا هذا الذي رجقنا من قبل وأتوا به مدشابيا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يظلم مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويصدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتهم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سوا إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض غليفة قالوا أتجعل فيها من يصد فيها ويصفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تبدون وإذ قلنا للملائكة السجون آدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستغمر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكم أنت وزوجك الجنة وكنا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه شجرة فذكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في النوب مستقر ومتاع إلى حين فتلقى دوم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني ولانكما تبعوا دايا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب العري فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعدي أوف بعديكم وإيايا فأوهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وعادوا الزكاة وتركعوا مع واكعين أتأمرون الناس بالبذل وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أغلقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذوا العدل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم نعلن فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قنتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أبدل الذي ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجدا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نغرب بعصراك الحجر فانفجرت منه اثنى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من للق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنمت الأرض مما تنمت الأرض من بقنها وقثائها وخومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأنتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى واصوابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتنقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأملكم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعنا ربك يبيل لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال دعنا ربك يبيل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع له ما تسروا الناظرين قال دعنا ربك يبيل لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون وتخير الأرض ولا تسر الحر مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت من حقا فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادعرأتم فيها والله أخرجوا ما كنتم تبتمون فقلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسل قلوكم من بعد ذلك فهيك الحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن من هذا ما يشقه فيخرج منه الماء وإن من هذا ما يهبط من خشية الله وما الله بغافر عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يؤمنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدي ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لأن تمسنا النار إلا أياما معدولة قل لاتخذتم عيد الله عهدا فلن يخلف الله عده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة واحطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبلون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقهم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقدلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تواهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم مصارات فأدوهم وهم حرمون عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزون في الحياة الدنيا وجوما القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم فقرينا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عيد الله وصدقوا لما معهم وكانوا من قبل قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس واشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وغن أن ينزل الله من فضي على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبيناد ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم مقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشرموا في قلوبهم العجل من كفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين ولتجد أنهم أحرصوا الناس على حياةهم ومن الذين أشهروا يود أحدهم لو عمروا الفسنة وما هو بمزحره من العذاب أن يعمر والله مصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسلي وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات مينات وما يكفر بها إلا الفاسعون أو كلما عاهدوا عدن بذن فليق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عيد لا يصدق لما معهم لبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما هنزل على الملكين بباب لا أرود وما أرود وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتلة فلا تكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرت من خلاق ولبئس ما شعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عيد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخص من رحمته من يشاء والله ذنفر العظيم ما ننسق من آية أو ننسيها نأتم خير منها أو نثيها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتمدل الكفر بالإيمان فقد رضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عيد أنفسهم من بعد ما تبجن له الحق فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمري إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون وصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يعكو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أغلب من من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خواهبين لهم في الدنيا خز ولهم في الله خلق عذاب عظيم ولله المشرب والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسم عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لو ما في السماوات والنوب كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب اليحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين ادبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليب ولا نصرين الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تناوزه أولئك يؤمنون به ومن يقربه فأولئك هم الخاسرون الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الظالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ دعنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ومكع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارغ أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وعلينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواه الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلاك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أوزل إلينا وما أوزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفلق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحاجون لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مغلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي قمت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لك بيغة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك طولة تنظامها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب بل يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت متابعين قبلتهم وما بعضهم متابعين قبلتهم ولئن اتبعت هواهم من بعد ما جاك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلوا منهم فلا تخشوهم أخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطل عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فالكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يغدل في سبيل الله أم مات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلغنكم بشيء من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرض من شعائر الله فمن حج البيضاء اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم على التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أذمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وقلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مرضيه وبث فيه من كل دمه وتصريف الياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ منها دون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القومة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرى منهم كما تبروا منا كذلك يريه الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يلعطوا ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والتم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله فمن الظهر غير باضي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله رسول رحيم إن الذين يتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا عموالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا وانذعة لهبه وامراته حمالة الحطر في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اشتركوا في القناة ولم يكن له تابعا! ربك 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 رمج مفرع